عشاق السينما في الجزائر ينتظرون مهرجان إمدغاسا على أحر من الجامر إذ نجحت الطبعتان الأولى والثانية وتم التحضير بحفاوة لهذه الطبعة الثالثة أراد صناع المهرجان زيادة ثقله بنجوم من العالم العربي والغربي فنجحوا في بعض الدعوات وفشلوا في بعضها لكن المهرجان انطلق ونجوم الجزائر على البساط الأحمر والكواليس هنا كما نرى فيها وجها لوجه الممثلين والمخرجين مع الجمهور في اللقاءات في الباكستيج اللقاءات التي لا تتوقف وضيوف المهرجان يتألقون ومنهم الممثلة السورية شكران مرتجا وأيضا المخرجة التونسية ساوسن الجمني التي مزجت في مسلسلها الفوندو بين الجزائريين والتونسيين والواقع الجزائري والتونسي وأيضا الممثل التونسي الشهير ياسين بن جامرا والمخرج الجزائري داميان النوري صاحب فيلم الملكة الأخيرة وبطلة هذا الفيلم وضيوف أجانب وجزائريون كثر وتألق على السجاد الأحمر ممثلون ومخرجون من الجزائر ونشرت إدارة المهرجان فيديوهات سبينر دائرية دوارة للحضور الذين كانوا على الريد كاربيت وحضرت أيضا على السجاد الأحمر شخصيات من التراث السينمائي العالمي منها شخصيات فيلم The Town وشخصيات الأقزام السبعة من التراث العربي وشخصية فيلا وأيضا جاك سبارو من Pirates of the Caribbean وأيضا شخصية على الدين من قصته والأربعون حرامي وقصته مع الجني والمصباح وغيره وأيضا The Manifescent التي أدتها أنجلينا جولي وقصة ساندريلا والأمير لا نرى الحذاء في الصورة ولكن القصة حاضرة على الريد كاربيت وأيضا هاري بوتر جزائري بنظاراته وندبته وعصاه السحرية نذهب إلى تعليقاتكم التي نبدأها بالممثلة الجزائرية ملكة بالباي التي شجعت أصحاب المهرجان وقالت موفقين كما عهدناكم وأتتهم بقلب أحمر أما محمد أيوب قال تبعت الافتتاح من إذاعة تعلوريس والله روعا يعطيكم الصحة قم التنظيم عالمي خسارة راني بعده ما عنديش سيارة وإلا راني جيت أما أحمد خليفة قال افتتاح ناجح وجميل ومتواضع وعفوي اختيار الفنانين أو فناني الافتتاح صائب وممتاز نذهب الآن